بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى في الوحدة الخامسة تقييم وتشخيص الصعوبات الإدراكية ونتناول الدرس الرابع اختبار التداعي البصري الحركي هو اختبار غير رفضي للقدرة على استنساخ أشكال رمزية من الذاكرة قصيرة المدى لو تناولنا الآن تطبيق الاختبار وتصحيحه طبعا هذا الاختبار يطبق إما بشكل فردي أو بشكل جماعي طبعا يجس المفحوص إلى طاولة ويعطى قالم رصاص بدون ممحة ثم يعطى بعدها ورقة الاختبار يتم تطبيق الاختبار فرديا أو جمعيا كما قلنا وفق التعليمات التالية بالنسبة للتطبيق الفردي الفحص الآن يواجه الطالب في جلسته ويقول له انظر هنا الآن سأريكم مفتاح يقول له انظر هنا إلى هذا المفتاح يشير له في الجزء العلوي من صفحة الاختبار يكون موجود يقول ترى حروف مكتوبة في مربعات ويوجد تحت كل منها رمز أو إشارة مثل ما احنا شايفين الآن كل حرف موجود تحته رمز أو إشارة وهكذا الآن يوجد لدي تحت هذا مربع يكون هذا المربع تجريبي يكون فيه حرف مثلا أولا حرف العين ثم حروف أخرى إلى آخره يقول له انظر عين ماذا تحتها من هنا وضعناها الآن اكمل يكمل الطالب في هذا التجريبي إن استطاع الطالب الإكمال فينتقل إلى الاختبار إن لم يستطع الطالب الإكمال فيقول له انظر مثلا دال هنا ماذا تحتها نضع تحتها نفس الإشارة وهكذا يكمل التجريبي قلنا يبقى الفاحص يساعد الطفل بنفس الطريقة إذا كان بحاجة إلى مساعدة في الحروف الأخرى الواردة في فقرات التجريبية وعندما يفهم المفحوص المهمة جيدا أشر إلى فقرات الاختبار وهذه منها أشر إلى فقرات الاختبار الآن هذه الفقرات وقول له بينما أنت تحرك أصبعك بين هذه الفقرات قول الآن مبتدئ من اليمين اللي صار في السطور الثلاثة اللي اتقع فيها طبعا أنا الآن فقط أتيت بمثال من هذه الفقرات وليست الفقرات كاملة هنا يوجد عدد كبير من الحروف لا يوجد تحتها رموز أو إشارات أريد منك أن تبدأ من هنا اشر إلى الحرف الأول حرف الطا دون أن تقفز عن أي منها املأ الإشارات بأقصى سرعة ممكنة إذا أخطأت لا تمحو فقط ضع الإشارة والرمز الصحيح فوق الرمز الخطأ سوف أخبرك متى تتوقف وإذا انتهيت قبل أن أطلب منك التوقف ارفع يدك بعد ذلك اسأله هل أنت مستعد؟ ثم تقول له ابدأ الآن أنت تبدأ التوقيت مباشرة إذا ارتكب المفحوص خطأ في الفقرات الثلاثة الأولى صحيح في الفقرات الثلاثة الأولى إذا ارتكب خطأ قم بتصحيحه أما بعد هذه الفقرات الثلاث أبدا لا تتدخل في المفحوص ما عدا أنك تذكر بالاستمرار في الأداء حتى ينتهي من جميع الفقرات أو يطلب منه التوقف أطلب من المفحوص التوقف بعد ثلاث دقائق أما إذا انتهى المفحوص قبل مضية دقائق الثلاثة سجل الوقت الذي استغرقه حتى يعطى علامة على هذا الوقت أما التطبيق الجمعي فنتبع نفس التعليمات التي ذكرناها في التطبيق الفردي غير أن على الفاحص أن يطبق الاختبار بوجود مساعدين اثنين من أجل التوقيت للمفحوصين الذين ينهون الاختبار في أقل من ثلاث دقائق يجب أن يتم توزيع المفحوصين على مواقع مختلفة في غرفة الاختبار كما ينبغي مراعاة أن لا يزيد عدد الأفراد في المجموعة الواحدة على 6 إلى 8 مفحوصين طبعا تصحيح الاختبار تعطى درجة واحدة لكل فقرة قام المفحوص بوضح الرمز الصحيح لها طبعا علامة القصوة تكون 60 نقطة لأننا نحتسب أيضا علامات إضافية الآن يوجد لدي جدول يبين الزمن بالثواني والعلامة التي تقدر على هذا الزمن مثلا من 1 إلى 75 ثانية 70 وهكذا إلى آخره ثم هناك جدول يبين لمدى العلامة التائية ومدى الرتب المئينية ووسط مستوى الآداء لهذا الطالب هنا نتذكر أن هذا التصنيف ليس أكثر من تقديرات تقريبية يمكن للفاحص والممارس أن يسترشد بها في التوصل إلى أحكام أو قرارات تجمعت عنها بيانات في أساليب اختبارية أخرى بدرجة من الاتساق والتوافق بما يرجح احتمالات صحة الأحكام أو القرارات ترجمة نانسي قنقر